السلام عليكم الزينات مرحبا بكم من جديد معايا ان شاء الله يا ربي قعلكم غاية وراكم بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو وصفة مايونيز من أرواح الوصفات وصدقوني بنتها طوب طوب يعني روعة تحسوها لما يشوفكش باللي خدمتها يحس بها من أجود الماركات يعني كما نعرفوا مايونيز في بلدنا رهي شوية غالية باطا صغيرة كي تكون نوعيتها مليحة دير من 20 ميل وطلع ورخيصات حكين زميل وتحسين زميل مشي بني ناقع ألغ اليوم جبتها لكم حبيبتي بطريقة رائعة رائعة وبنينا بزف بزف ألغ نمر مباشرة للمقادير قبل ما نبدأ والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد عليه الصلاة والسلام أول حاجة عندنا حبة بيض كبير الحجم بدرجة حرارة الغرفة ثانيا كاس تحشاي زيت مامر كاس اللي نشربوا به لا تعي وواحد كما كيفه كاس مامر حليب غبرة ولا لحظة حليب غبرة عندي ثلث حبات جبن أي نوع جبن عندك ثلاث حبات عندي ملعقة تحخل ملعقة مع مرأ تحخل عندي هنا يا فص ثوم واحد يا البنات في حبة بيض نديرو فص ثوم واحد بش ميجيكمش قاضعة بزاف بالثوم عندي هنا ملعقة صغيرة اللي نخلطو بها السكر لا مطاقد وهنا عندي التوابل هنا عندي رشة تعملح صغيرة على رأس الملعقة الصغيرة من كسروش بيسكو نديرا لام وتاخدوني ديرا الجبن عندي رشة صغيرة تحفلفل رشة صغيرة ورا بركة تحفلفل أسود داكوغ وهنا راني ديرا رشة صغيرة تحفلفل أحمر حار يعني هذا من نوع الحار وراني ديرا رشة صغيرة كذلك تعقصبر مرحي هنا علش درت القصبر مرحي وبدرت الحار غبرة لأنه هنا يا راني نستعمل هذا المايونيس كنت رح نستعملها في خبز البرغر يعني زدت لهذا الأذواق كي تكونوا راح يستعملوها مع مقبيلات زيدوهم لها الفلفل الأحمر الحار هو والقصبر مرحي ولي تكون راح تستعملها في لاما سيدوان تدير فقط الملح والفلفل الأسود وفص ثوم ترابيه داكوغ إذا لبنات في الفطاس تع الميكسوغ في حاجة ذيقة لبنات نأكد لكم فطاس تع الميكسوغ تاعك ديري في حاجة ذيقة درت حبة تعالبيض كيمشتوني درت كاس الزيت درت كاس تعالحظة درت ثلاث حبات تعجوب ان يكفوا ويوفوا ثلاثة بززاف اللي تبغي تدوب لي لبنات الملء يعني كميات تزيد البيض وتزيد كل شر ضعفة ضعف كامل المقادير هذيك الفص تع السوم أيضا ما نربي فيه ما تديروش بزيف لبنات السوم يجيكم قاطع بزيف بزيف أنا نحوس على ذوق تاع المايونيز كيماتع بره داكوغ لبنات إذا كيما قلت لكم جربت بزيف وصفات بزيف بزيف ليجيني من الشيشابة ليجيني تقهم ليجيني فيها ذوق البيض اللي جيني فيها ذوق الزيت بزيف ولكن هذي ستقوني روعة 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 تحسو الحكم كتاكله في الفرماج مشي في المايونيز إذا زيت ملعقة تخل تأكل كيمشته وزيت هذوك التوابل وزيت ملعقة صغيرة تعلام وضغض وزيت فص ثوم أرابيته هذا مكان نخلطها نجيب ملعقة ونخلطها تخليطها صغيرة هاكا هاكا ونجيب الميكسور فتعي البنات ضروري يطلعوها في حاجة ذيقة في حاجة ذيقة كل ميكسور يجي معه طاس كل ميكسور يجي معه طاس ألوغ تطلعو فيه واحدة طقيقة ولا زوج وانتي تطلعي يعني راح تطلع لك بكل سهولة يعني ما فيها حتى مشكل غير تهبطي الميكسور وتضغط على البودن تاعه وتخليها تطلع يعني وتقودي ترفدي وترفدي وتحطي في الميكسور ومشي تقودي يغل تحت ساعة ساعة تطلعي وتعاودي تهودي باش إذا كانت مكونات ما تخلطتش تعاودي تهوديها باش تميكسيها هاكذا راح تطلع لك بقوام جيد جدا شوفوا البنات القوام بتاحها جي ثقيل بزاف 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 لدرجة أنه يعني يهبط بصعوبة إذن حبيبتي هذه هي الميونس تاعنا راني هنا يا راح بتنوري لكم القوام بتاحها هذه رهي جديدة يعني هذا وين حذرتها لو كانت تبلعوا هذه الباطة وتدسوها غير نهار واحد يعني في الثلاجة والغدوة من ذاك تجبدوها راح تصبح لكم واحد الزوق يعني روعة يعني هي هكذا يعني تاكليها أنا خدمتها هنا ودرناها مباشرة درتها للحشا ولكن كي تزيد تقعد تولي من أروع ما يكون من أروع ما يكون بنا وكثافة ويعني روعة يا لبنات روعة كما شتوني أنا زيت شوية تحفلفل أحمر قلت لكم حار وزيت رشاة عقصبر لأني هنا يا في هذي وجدتها مع الهومبورجر ورح نحط لكم الفيديو تاع الهومبورجر سبقت لكم بالوصفة تاع المايونيز ولي تكون باغي تديرها مع لما سيدوان تبغي تأي فيتي هذك الفلفل الأحمر الحار وتأي فيتي القصبر فاني الغبرة لهذا هذي كانت وصفتنا تاع نهار اليوم إن شاء الله يا ربيتنا لإعجابكم وتجربوها وترجعوا للخبر رح نستناكم وترجعوا للخبر وننصحكم بزاف تجربو هاي البنات كيما قلت لكم المايونيزة هي بزاف غالية كيما بزاف لما يقدروش عليها كيما أنا وحدة منهم يعني ما صراحة ما نشريش باطة صغيرة بفانت سيميل ولا بفانت سيميل الجنغاليا صراحة ألغ هذه الوصفة التعلي محتمدتها دائما إن شاء الله يربيت تجربوها وتعجبوا لداتكم وتعجبوا العائلتكم وفي الآخر حبيبتي ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته